اهلا بكم مشاهدين الكرام في الان وهذه التغطية الممتدة معكم على مدار اليوم نبدأ معكم باستعراض ابرز ما ورد في الصحف الساحة طبعا اللبنانية التي شهدت تطورات بالامس في ظل تكليف حسن دياب بتشكيل الحكومة نتابع ابرز التطورات من الصحف حول الساحة اللبنانية سنبدأ من الموقع الاول وهو الاتحاد حسن دياب رئيسا لحكومة لبنان دون غطاء المستقبل اما النهار الحريري تفاجأت بموقف القوات ويجب ان تتكاتف او نتكاتف جميعا ونسمع كلمة الثورة من بوابة العين الاخبارية رئيس وزراء لبنان المكلف تشكيل حكومة اختصاصيين اولوية اما صحيفة الصبق الالكترونية عقب تكليفه بتشكيل الحكومة دياب يتعهد باخراج لبنان من ازمته اكستر نيوز لبنان قطع واسع للطرق اعتراضا على تسمية دياب لرئاسة الحكومة واليوم السابع بعد ساعة من اعلان حسان دياب رئيسا للحكومة الشرع اللبناني يرفض القرار والمتظاهرون يتجمعون بساحة الشهداء ويقطعون طرقات ومحتجون على دراجات نارية يحاصرون منزله ويهتفون ضده ويطالبون بتكليف حريبي اما الشرق الاوسط لبنان حسان دياب لتشكيل حكومة تقنع الشارع والمجتمع الدولي اخيرا حول الساحة اللبنانية وحول تكليف حسان دياب اخبار لبنان في عنوان لها دياب يتعهد بالاستقرار في لبنان والمتظاهرون يحتجون على تكليفه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة